المواد التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نبدأها اليوم بالحادث الذي دار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حادث المرور في الطريق السيار الذي كان بالقرب من بوشاوي هذا الحادث مع أنه حادث مؤسف جدا كما راكم تشوفه على الصور على الشاشة إلا أنه رواد الفيسبوك علقوا عليه تعليقات ساخرة هات كما راكم تشوفه جيتية تصطدم بسيارة يعني كان حاملها واحد على سيارته على سيارته استدمت بسيارة على طريق سيار رواد الفيسبوك استعجبوا من جات هاد الجيتية ما فيهاش خسائر بشرية ما كانش خسائر بشرية لكن العجيب في الأمر أنه وعلاج جيتية بابور يمشي على الأرض يعني مجال فرنسا لديهم طيارات حتى نحن بطيارات سيارة رواد الفيسبوك علقوا على هاد الحادث نشوفه التعليقات الساخرة واحد قال يا أخوتي إذا كنت نلعب جيتية ودرت الكود خرج لي بوشاوي سمحون يدرك الناحية يعني هذا واحد كان يلعب في ألعاب الفيديو وخرج لي احتمامه على الطريق نشوفه تعليق آخر نشوفه هذه الصورة كما نعرفه يدخل لشهر رمضان ويبدأوا شكاوي على الخلصة وعلى الخلصة وعلى اللي ما تكفيناش في شهر رمضان ولكن مع المؤسف نشوفه هاد الصور انه الخلصة هوين تروح في التبدير في الخبز في الأكل اللي يبدروه الشعب مع الأسف وينتهي في سلة المهملات وينتهي في سلة المهملات يعني ما ياخدوش الكمية اللازمة ياخدوه أكثر من الكمية ربي يهديهم في المقابل نشوفه في دول أخرى دول غير مسلمة مثل الصين تعلم المسلمين كيفية عدم التبدير نشوفه هاد الفيديو ومبعدا نعلقه تبقى وجهة نظر تبقى وجهة نظر تبقى وجهة نظر هاد الفيديو هاد الانسان أخذ أكل فضلات غيره اللي كانوا في المقاب وعرى كنت أكل فضلات وعرى كنت فضلات يعني إن كانت حبيت شجعنيها قولي أنه أكل مما بقي من صحن الآخر ربما مستصيغها إنه مش بالضرورة أنه يأكل بصحن شخص آخر ولكن ما يخلوش الفضلات ما يخلوش الأكل المتبقي النرمى يأكلوه والمصروف تاعه تصدق به يعني داخل حسنتين نشوفه في فيديو آخر هذا الفيديو اللي انتشر مسبقا في مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الرجل اللي من مدينة وهران واتليلات الذي أخذت أرضه لصنع مصنع ثناء سيارات نشوفه الفيديو سيدي ربي علاه لا يا ربي علاه نستاقو هذه البلاد نستاقوها يا ربي علاه نبيعو في هذه البلاد هذه البلادنا ما تعليها الشهادة يا ربي وره اللي يحكم فينا وره 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 هذا يشوف هذا الفلاحة يشوفها بعينه ما يخافوش ربي هذا الناس ما في مجاح خوف الله فارحين بالفرنسا قال فيه بالخير ما يخافوش الله لا يخافوش الله ما تلزل فرب علىك بلادنا خاصتها الطريق ما ربدي تعرش ما ميزون تعش لهاش قالوا تعفراصها تعبيجو ها فاخص هذي المسلمي دي بلاده كما هاك هذي المسلمي دي بلاده كما هاك يا الباطر هذي هي المسلمي دي بلاده كما هاك ها بره يا ربي لا لا يدر لكم هاك يا ربي لا 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 يدر لكم نعم سامية هذا الفيديو أخذ حيث كبير حيث كبير من تعليقات الجزائرين في الأسبوع الماضية لكن هناك أخبار أنه تقول أنه هذا الرجل تم استقباله من طرف والي ولاية وعادلوا عن الفكرة وخلّوه الأرض تتاعه في حين أنه في صورة أخرى من كوكب اليابان من دولة اليابان مواقع التواصل الاجتماعي كما نشوفوه هذا الإنسان عنده 14-12 والدولة تفاوض معه لتأخذ الأرض تتاعه لتديرها طريق لكنهم عجزوا حتى اللي مات هذا الشخص وأولاده حقوا لهم البشروع واستكملوا الطريق لإنشاء هذا الطريق في صورة أخرى من حملة تجو وخليها تصدي ولات إلى حملة أخرى اللي هي خليها تصلي شوفوا كما نشوفوا في هذه الصورة سيارة في مسجد ليس مسجد هو مدرسة قرآنية بمدينة خنشلة هذا الإنسان اللي مصابش وين يستسيون السيارة تاعه واستسيونها في المسجد وهذه الصورة اللي أخذت ردود وأصداء كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا من بين التعليقات هروب المصلين من ترويح الأردن ودخول السيارات إلى المساج نشوفوا التعليقات الرواد الفيسبوك اللي أخذوها أيضا باستهزاء واحدة قالت إن شاء الله تكون قدوة لجميع السيارات والشاحنات الكافرة ربي يهدي سيارات بلاد سامية شكرا جزيلا على هذا المسح الجميل والساري رح نعود لك في سياق مجنع الصحة أخباركم للحديث عن الحديث عن السياق